سيد المكان والزمان هنا هو الحزن على ابن تونس الخضراء محمد زواري قائد قسامي تونسي قضى نحبه شهيدا في عملية اغتيال اتهمت حماس وذراعها العسكري القسام اسرائيل بالوقوف وراءها مؤكدة أن الرد قادم لا محالة من حق المقاومة أن ترد بالزمان والمكان والكيفية المناسبة على هذه الجريمة وحماس قصرت مقاومتها داخل فلسطين ولكن إذا حاول الاحتلال أن يجر الصراع وأن يوسع الصراع إلى ساحات خارجية فإنه سيجر وبالا عليه بيت العزاء ضم كل أطياف الشعب الفلسطيني واتفق المغادرة من كيان الصيون من بعيد وعبر الهاتف تهدى صوت أهل الشهيد للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي في قلب أبناء تونس وأن زواري هو ابن فلسطين هذا الدم ليس أمانة في عنق القسام وحده بل أمانة في عنق سرايا القدس وأمانة في عنق الشعب الفلسطيني وكل المقاومة الفلسطينية ولذلك نحن نقول للشعب التونسي هذا عهدنا بأن نرد على هذه الجريمة المطلوب من المؤسسة الرسمية العربية أن ترتقي إلى مستوى هذه الجريمة عندما تنتهك إسرائيل سيادة الدول العربية لأكثر من مرة وتغتال مناضل ومجاهد من هذا النمط عليها أن تعيد الحسابات في إطار موقحها في المؤسسة الدولية واتخاذ من الإجراءات الرادعة ما يضع حدا لهذه الجرائم التونسي محمد الزواري مهندس طيار التحق في صفوف القسام قبل عشرات أعوام وكان ضمن من أشرف على مشروع طائرات أبابيل القسامية تهديد ووعيد القسام واضح وضوح الشمس فدماء ابنها التونسي لن تذهب سدى طال الزمان أم قصر لأن شهين غزة آل ما يدين